اشتركوا في القناة 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 يا ربي صلي على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفاع يا ربي صلي على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفاع يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صلي على محمد رفق بنا خير خلقك أجمع اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتهنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويطم نعمته عليك ويهديك سراتا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وألاله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المخدار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ بَارِئُكَ الَّذِي بِكَ يَا مُشَفَّ وَخَصَّنَا وَهَبَانا مَأَالِكَ الْأَطْهَارِ مَعَدٍ سِرِّكَ الْأَسْمَى فَهُمْ صُفُنُ النَّجَاتِهِمَانا وَعَلَى صَحَابَتِكَ الْكِرَامِ هُمَاتِ دِينِكَ أَسْبَهُ لِوَلَائِهِ عُنْوَانا فَاتَّابِعِينَ لَهُمْ بِسِدْقٍ مَا هَدَى حَادِ الْمَوَدَّةِ حَيَّ جَلَّ شِجَانا وَاللَّهِ مَا ذُكِرَ الْحَبِيبُ لَدَى الْمُهِبُ إِلَّا وَأَذَهَى وَالِهَا النَّشْوَانا أَيْنَ الْمُهِبُّونَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُوا فَذُلُ النَّفُوسِ مَعَ النَّفَاءِ سِهَانا لَا يَسْمَعُونَ بِذِكْرِ طَاهَا الْمُصْطَفَى إِلَّا بِهِنْ تَعَشُ وَأَذْهَى بَرَانا فَاحْتَجَتِ الْأَرْوَحُ تَشْتَاقُ اللِّقَاءَ وَتَهِنُ تَسَلُ رَبَّهَا الرِّضُوَانا حَالُ الْمُهِبِّينَ كَذَا فَاسْمَعِ لَا سِيَرِي الْمُشَفَّى وَارْحِفِ الْآدَانا وَانُصِدِ لَا أُصَافِ طَاهَا الْمُجْتَبَى وَاحَضِرْ لِقَلْبِكَ يَمْدَلِئْ وِجْدَانا يَا رَبَّنَا صَلِّي وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّي وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ نَبَّأَنَا اللَّهُ فَبَالَ جَاءَكُمْ نُورٌ فَسُبْحَانَ الَّذِي أَنْبَانَا والنور طَاهَا عَبْدُهُ مَنَّا بِهِ كِذِكْرِهِ أَعْضِمْ بِهِ مَنَّانَا هو رحمة المولاد أما القوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين الدراب وبين ماء فاستفق من غفلة عزا وكن يغضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزال ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترك من شعبتين إلا أنا في خيرها حزاب روزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا طهره الله حماه ختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر وتوجير رب العرش كروزانا صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمالي على قدر الجمال مع الكمالي وما طرب المحبون وهموا وما طرب المحبون وهموا صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمالي على قدر الجمال مع الكمالي وما طرب المحبون وهموا وما طرب المحبون وهموا وغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام وغير كلامكم عندي كلام وعمر نسري منكم بعض يومين وساعة غيركم عموا فعموا وساعة غيركم عموا فعموا صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمالي على قدر الجمال مع الكمالي وما طرب المحبون وهموا وما طرب المحبون وهموا وسبري عنكم شيء محالون وما لي قاتلون إلا الفطام وإذا عاينتكم ذالات كمومي وإذا عاينتكم ذالات كمومي وإذا عاينتكم دانا مني الحمام وإذا عاينتكم دانا مني الحمام صلاة الله تغشاكم حبيبي وإذا عاينتكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمالي على قدر الجمال مع الكمالي وما طرب المحبون وهموا وما طرب المحبون وهموا وما طرب المحبون وهموا أودوا بأن أكون لكم جليساً وتنصبوا لي بربعكم قياموا فداووا بالوصال مريض أجرين فداووا بالوصال مريض أجرين يهيم بكم إذا سجعل حمام يهيم بكم إذا سجعل حمام صلاة الله لتغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام وما طرب المحبون وهموا 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 حديث غرامه فيكم قديم وملبسه من الحب سقام حديث غرامه فيكم قديم وملبسه من الحب سقام فأنتم في الوصول أجل أصلين إذا شئتم تحصلني المرام إذا شئتم تحصلني المرام قلات الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طريبا المحبونا وهامو وما طريبا المحبونا وهامو بكم صعب الأمور يعد سهلاً فبالحسان جود يا كرام بكم صعب الأمور يعد سهلاً فبالحسان جود يا كرام وليس سوى قبول الجود أهلاً وليس سوى قبول الجود أهلاً فكيف نزيل سوحكم يضاموا فكيف نزيل سوحكم يضاموا صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال وما طريبا المحبونا وهامو وما طريبا المحبونا وهامو اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بيناها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبينا لما أتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمننا وتأصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ألا يا الله اشتركوا في القناة 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 شيئا يأخذ النسوان وبها أعاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهي من شراف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودن المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لغة أبدا عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا رسول الله صلوات الله رسول الله صلوات Lotus سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا ايمام الله اهل الرسالة يا رسول الله صلوات الله صلوات الله تعالى يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طالع البادر علينا من سميات الوداع وجبى شكر علينا ما دعى لي الله داع طالع البادر علينا من سميات الوداع وجبى شكر علينا ما دعى لي الله داع أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزح وينادون تراما قدها من هول أفضح وينادون تراما قدها من هول أفضح طالع البادر علينا من سميات الوداع وجبى شكر علينا ما دعى لي الله داع فالها أنت فتسجد وتنادى شفاعة 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 سميات الوداع قدها من سميات الوداع وجبا بشأن ذاوق السميات الوداع جباري في площده سميات الوداع وجبه في الحمن اشتركوا في القناة مرحباً مرحباً نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المني يا رب كملنا بالمصطفى اجمل صلى الله على محمد مرحباً صلى الله عليه وسلم مرحباً صلى الله على محمد مرحباً صلى الله عليه وسلم مرحباً صلى الله عليه وسلم مرحباً مرحباً صلى الله عليه وسلم مرحباً صلى الله عليه وسلم مرحباً مرحباً صلى الله عليه وسلم مرحباً صلى الله عليه وسلم مرحباً مرحباً صلى الله عليه وسلم مرحباً طال يا همع يا الله ربي فرفر لي ذنوب يا الله ببركات الهدي المشفع يا الله وختيم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبة ومرجع يا الله ربي فرفر لي ذنوب يا الله ببركات الهدي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن وتجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد توروالي وصحبه من سلاشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شكرا 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 على محمد صلى الله عليه وسلم نحمد صلى الله عليه وسلم نحمد صلى الله عليه وسلم ونسل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان وعجيم بسم الله ورحمن ورحيم وَالْعَصِرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْخُسَرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْوا بِالْسَوَرُ صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وَجَنَّةُ الْكَافِرُ صلى الله عليه وسلم الحمد لله my dear respected ulema elders, brothers, sisters it is indeed a great blessing in this zaman of fitnah and fasad Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us to be in this great majlis to remember Allah and remember Rasulullah صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah beliau membuka dengan membawa ayat Qur'an dengan salam, membawa hadis Rasul dan beliau mengingatkan kepada kita semua kita wajib bersyukur kepada Allah di dalam masa zaman fitnah semacam ini kita masih ditaktirkan, dipilih oleh Allah orang-orang yang hadir majlis Alhamdulillah Alhamdulillah my dear respected elders and brothers and sisters in life there is no one who has no challenges Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah صلى الله عليه وسلم and gifted the ummah the lifestyle of Rasulullah صلى الله عليه وسلم if we use it correctly there is no challenge which we cannot overcome we will succeed all our challenges in our life dalam kehidupan ini semua manusia pasti mendapatkan ujian tantangan dalam kehidupan ini dan selama kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم maka semua tantangan dengan kesulitan dalam kehidupan ini insya Allah ada jalan keluarnya dan bisa kita tangani in human history there is no bigger challenge than the challenge the sahabah face in the battle of Badr we know in the battle of Badr first place Rasulullah صلى الله عليه وسلم born in Mecca lived in Mecca he was given the prophethood while he was in Mecca 13 years in Mecca then go for hijrah 2 years in Madinah Munawara so this 13 plus 2 difficult stages in life even to sleep for few hours everyday so much of enemy so much of trouble for some sort of relief for necessities in life so they make a journey from Madinah Munawara to go towards sham so there was no plan there was no no any idea no any wahi from Allah subhanahu wa ta'ala that Rasulullah صلى الله عليه وسلم is going to have any battle only after they leave Madinah Munawara then Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Rasulullah صلى الله عليه وسلم you and your sahabah no more going to sham you are going to face the enemies coming from Mecca in the Maidan of Badr dalam riwayat kehidupan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sahabat-sahabat Nabi itu tidak pernah berhenti menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan dalam kehidupannya diriwayatkan setelah 13 tahun Rasulullah tinggal di Mecca berhadapan dengan kaum musyrikin kemudian 2 tahun Rasulullah di Medina setelah hijrah 15 tahun kehidupan Nabi Muhammad ini yang paling sulit adalah pada saat masa peperangan Badr masa itu Rasulullah akan merencanakan perjalanan ke Syam dengan para sahabatnya tidak terpikir pun sama sekali akan menghadapi kaum musyrikin dalam peperangan Badr di tengah perjalanan Allah mengingatkan kepada Rasulullah bahwa mereka tidak boleh tidak berangkat ke Syam tetapi mereka berjalan menuju ke Badr untuk menghadapi kaum musyrikin berjalan menuju 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 di situ berjalan menuju 313 menuju berjalan menuju 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 menuju